شهر ثالث يشارف على دخوله العدوان الإسرائيلي على غزة وحالة إحباط وخيبة أمل تعتلي وجوه نشطاء ومنظمات المجتمع المدني العالمي جراء عدم إنسات الإدارة الأمريكية والقيادات الأوروبية لمطالبهم في إيقاف المجازر التي ترتكب في حق أهالي غزة لكن الأمر مختلف هذه المرة إذ خرج عشرات الموظفين من طاقم عمل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خارج أسوار البيت الأبيض للانضمام إلى التحركات الإنسانية ونظموا وقفة احتجاجية مناشدين مسؤوليهم التوقف عن دعم إسرائيل والإصغاء إلى الأسوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة هذه التظاهر شارك فيها عدد من موظف الإدارة والخدمة المدنية لكن اللافت في الأمر أن من قادهم هو جوش بول القياد البارس في الإدارة الأمريكية الذي استقال من وزارة الخارجية في أكتوبر بسبب خلافه مع نهج إدارة بايدن تجاه الحرب على غزة المحتجون رفعوا لافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار كما أشعلوا الشموع أمام بوابة البيت الأبيض وقرأوا لائحة بأسماء عدد من أطفال غزة الذين استشهدوا بصواريخ الاحتلال ووضعوا الورودة على أرضهم احتراما لذكرارهم لكن الأسماء كثيرة أعتقد أنهم لن يستطعوا قراءتها كلها طبعا لم تكتفي هذه المجموعة بكل ما مر بل أصدر أفرادها بيانا شديدا لهجة قالوا فيه انتهى وقف إطلاق النار المؤقت قبل 13 يوما وقد انتابنا الفزا عندما رأينا سئنافا كاملا لعمليات القتل والتهجير وقصف المدنيين لم يكن التوقف المؤقت لهذا العنف كافيا على الإطلاق بل يجب أن تتحرك بسرعة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وتحقيق اتفاق ثوري ودائم لوقف إطلاق النار البيان أضاف أن الشعب الأمريكي والمؤسسات المحترمة مثل الأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار لكن هذه الإدارة لم تستمع بعد نطالب بايدن الرئيس وأعداء الحكومة بالدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار والوقف الفوري للتسعيد لتعلم أننا لا يمكننا أن نقوم بسرعة عن الأطراف التي يتحرك في غازا أصواتنا وعطوات النار المتحدة التي نحتاجها يتجب أن تتوقف هذه الفرحة والأطراف سنواتنا لا يمكننا أن نقوم بسرعة خاملة بإطلاق وضعها للإمهارات المتحدة وكيف سويا والأطراف أصغار والأطراف والشعب والعقما أننا شخصا الأوانون من نختارنا واحدة أصبادها لتجعل أكثر من الموظفين والمعينين السياسيين وقعوا الشهر الماضي على عرضات أو رسالة تدعو بايدن إلى دعم وقف إطلاق النار والسعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء والسماح بمرور المساعدة الإنسانية الكافية إلى خطاع غزة كما شهد الشهر ذاته وقفة احتجاجية أمام من ببنى الكابيتول نظمه العشرات من موظف الكونغريس للمطالبة لوقف إطلاق النار بطبيعة الحال فإن تحرك موظف البيت الأبيض لمساندة غزة والإسرارية على مطالبهم في وقف العنف الإسرائيلي تجاه الغزيين قبل بترحيب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هنا علق الباحث شؤون السلام أعشق سواين أمر غير مسبوك أن يطالب موظف البيت الأبيض أن يطالب بايدن بوقف إطلاق النار في غزة أمام البيت الأبيض بينما كتب لالا موسى كل العالم يقف الآن مع فلسطين وبتغريدة الناشط محمد بافقي نختتم قصتنا إذ كتب قائلا هذا أمر غير مسبوك وهو في الواقع حدث تاريخي وإلى الموظفين أقول شكرا شكرا جزيلا